بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد مفدح في ظه الله ورعاه برقية تهنية إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها جلالته عن خالص تهاني بمناسبة صدور الأمر الملكي ومبايعة صاحب أسم الملكي الأمير ميجرن بن عبدالعزيز السعود وليا لولي العهد مع استمراره نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء متمنيا جلالة الملك المفدى لصاحب أسم الملكي الأمير ميجرن كل العون والتوفيق والسداد لمواصلة عطائه في خدمة وطنه سائلا جلالته المولى عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين مفورة صحة والعافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد مفدى حفظه الله ورعى برقية تهنئة مماثلة إلى أخي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها جلالته خالصة هنيه بهذه المناسبة داعيا الله العلي القدير أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيقة المزيد من الخير والنماء والازدهار في ظل العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد مفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخي صاحب السمو الملكي الأمير مجرن بن عبدالعزيز السعود ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء عبر جلالته فيها عن أصدق تهاني بمناسبة صدور الأمر الملكي ومبايعة سموه وليا لولي العهد مع استمراره نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ومتمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد لمواصلة عطاء سموه لخدمة المملكة العربية السعودية وتحقيق المزيد من التطور والنماء والرقي للشعب السعودي الشقيق بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر حفظه الله ورعى برقية تهنية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تهاني بمناسبة صدور الأمر الملكي ومبايعة صاحب السمو الملكي الأمير مجرن بن عبدالعزيز السعود وليا لولي العهد مع استمراره نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ومتمنيا سمو رئيس الوزراء لصاحب السمو الملكي الأمير مجرن كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة العطاء في خدمة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيقة سائلا سموه المولى العلي القدير أن ينعم على خادم الحرمين الشريفين وفر الصحة والعافية وأن يديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة التقدم والنماء والرفعة في ظل قيادته الحكيمة كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر حفظه الله وارعى برقية تهنئة ممثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه صادقة هني بهذه المناسبة وسائلا الله العلي القدير أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق المزيد من الخير والنماء والازدهار في ظل العهد الظاهر لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس والوزراء المقر برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير ميغرين بن عبدالعزيز السعود ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء عبر سموه فيها عن خالص تهني بمناسبة صدور الأمر الملكي ومبايعة سموه وليا لولي العهد مع استمراره نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ومتمنيا لسموه وفور السحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد لمواصلة عطاء سموه لخدمة المملكة العربية السعودية وتحقيق المزيد من التطور والازدهار والرقي للشعب السعودي الشقيق بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعى برقية تهنئة إلى أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز السعود آهل المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تهني بمناسبة صدور الأمر الملكي ومبايعة صاحب السمو الملكي الأمير ميغرين بن عبدالعزيز السعود وليا لولي العهد مع استمراره نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ومتمنيا سمو ولي العهد لصاحب السمو الملكي الأمير ميغرين كل العون والتوفيق لمواصلة مسيرة التقدم والعطاء في خدمة المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيقة سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وأن يديم على المملكة العربية السعودية الشقيقة التقدم والنماء والرفع في ظل قيادته الحكيمة كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة مماثلة إلى أخي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز السعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمنها سموه خلص تهنيه بهذه المناسبة وسائلا الله العلي القدير أن ينعم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيقة المزيد من الخير والتقدم والازدهار في ظل العهد الزهر لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنيئة مماثلة إلى أخي صاحب السمو الملكي الأمير ميغرن بن عبد العزيز السعود ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء عبر سموه فيها عن أصدق تهنيه بمناسبة صدور الأمر الملكي ومبايعة سموه وليا لولي العهد مع استمراره نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء ومتمنيا لسموه مفور الصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد لمواصلة عطاء سموه لخدمة المملكة العربية السعودية وتحقيق المزيد من التطور والازدهار والرقي للشعب السعودي الشقيق